انطلقت منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس العالم للسلاح والمقررة خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من فبراير بصلاة استاد القاهرة الدولي يشارك في هذه البطولة مائة وسبعة وسبعون لاعبا يمثلون ثلاثا وثلاثين دولة وتقام الفعاليات وصى إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا تحتضن مصر كأس العالم للكبار لرياضة السلاح باستاد القاهرة الدولي والذي يقام على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ثلاث وثلاثين دولة دي أول بطولة من البطولات اللي بيعتمدها للتعاد الدولي للتأهيل الأولمبي لباريس عشرين وعشرين وعشرين ولذلك حرصت الدول كلها المصنفين الأوائل على مستوى العالم فردي وفرق بيشاركوا النهاردة بحيث أن هو النهاردة هيبدأ احتساب النقاط لمن اللي يتأهل إن شاء الله لعشرين وعشرين وعشرين استدافة مصر البطولة طبعا دفعة كويسة طبعا للعيبة كمان لأن فيه العيبة ما بتشاركش في البطولات الدولية اللي بره لكن هي بطولة فرصة كويسة جدا للعيبة كمان تشارك هنا وثقة لنا إن إحنا في مصر إن البطولة تتعمل هنا بطولة كأس العالم للسلاح تقام عدة مرات كل عام وتسعى مصر خلال هذه النسخة من كأس العالم لحصد أكبر عدد من النقاط التي ستساعدها على التأهل لبطولة العالم وكل ذلك وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا البطولة بتقام بنظام الإجراءات المشددة لجائحة كوفيد-19 وهي بتختلف شوية عن بطولة العالم للشباب والنشئين اللي كانت مقامة في شهر إبريل العشرين وواحد وعشرين هي البطولة المنافسة فيها قوية إن شاء الله إحنا كده كده عندنا علاء أبو القاسم وماهر حمزة متأهلين لأنهم من يعني من لعيبة توب توب 12 أو توب 8 فهم متأهلين على دور خلوج المغروب في إحنا ست لعيبة بنلعب التصفيات لسه وإن شاء الله نعمل علينا ونتأهل يعني ونوصل للدور نتأهل للدور الجاي إن شاء الله جهود متواصلة تبذلها الدولة للارتقاء بجميع المجالات ومنها الرياضة ببناء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستستضيف بطولة العالم للسلاح في يونيو 2022 كريم بيبرس التلفزيون المصري